ناخد من عودة النادي الآلي لمسابقة الدوري ومباراة طالعة الجيش إن شاء الله يوم الحد اللي جاي لكن هاخد قبلها رؤيتك برضو أو رأيك في مباراة سيمبا التنزيني تمام هي مباراة مباراة في دور المجموعات وليس مباراة البطولة يعني اللي خسر جولة أو خسر مباراة وما زال لسه قدامه جولات تانية في البطولة فدائما النادي الآلي ما بيشتغل ما بيحسبش بالقطعة ومباراة بيحسب بيه النتيجة النهائية المحاصلة النهائية فلما ينتهي دور الستاشر كده والآهلي يتقاهل لدور ربعا النهائي خلص تبقى الأمور واضحة وده أمور حدده يبقى الأهلي حقق الهدف هدف الأهلي يقيد دلوقتي من الدور المجموعات أنه يتقاهل لدور الربعا النهائي فالآهلي ماشي فيها جهة طريق ولسه فرصته كبيرة جدا وكبيرة جدا ومن أكبر الفرق اللي موجودة أنا ضد فكرة أنه نهيل الطراب على المدير الفني وعلى إنجازات الفني ومجرد أنك يبقى عندك إخفاق في مباراة معينة زي ما أنا عارفين أنه ممكن في يوم معين يبقى فيه لعب مش يومه أو عدد كبير جدا مش يومهم ممكن يكون الحاكم مش يومه ولد جدا والطبيعي أنه مدرب برضه ممكن بيقاش في يومه فيه أخطاء حصلته فيه وردة وفيه أخ ممكن ما يكونش موفق في بعض التغييرات ممكن ما يكونش موفق في بعض التشكيل فيحصل نوع من الاتزاز الفني والتكتك اللي موجود في الفريق فتتعرض لخسارة ممكن يكون تأديري للفريق اللي قدامي في المباراة دي تحديدا ما كانش على المشتوى المطلوب فبالطريق أتعرض لحاجة زي كده يعني صحيح يعني فمسماني الذي حقق حتى هذه المباراة لم يخسر في أي مباراة بسنام مباراة البايرن ودي أي حد في العالم بيخسر قدامه يمكن لو شفت جوارديولا بيقولك تصريحا لما بشوف البايرن ما بفكرش أن أنا أخذ البطولة فكرش في دورة الأبطال خلاص في فرقة عظيمة هتاخدها يعني فهو خسر قدام البايرن فالغاية المباراة دي ما كانش يخسر مباراة محقق كل الأهداف محقق كل النتائج واخد نعم فنش الدور بشكل كويس مخلص لك دور الأبطال واخد كاسمات راح كاس العامل عندها واخد برونزيت العالم فراجل عامل إنجازات عظيمة أنا معك أنا معك في كل البطولة فضد إن إحنا نيجي يعني أنا أسف في اللفظ اللي أقوله دلوقتي إن إحنا نحول المسلمين من مدرب ناجح عامل إنجازات كبيرة إلى مدرب فاشل وما ينفعش ونازم نفكر في تغييره وكلام ده كلام غريب الحقيقة عن النادي العالي بس أنا أنا باتفق معك في كل اللي حضرتك قلته لكن برضي أستاذ محمد خلينا نتكلم بكل أمانة إحنا مش هنحط برضو رأسنا في التراب ودايما بنتكلم بعقلانية ونتكلم الصح كان إيه قدينا مباراة إياه على المستوى الفني قدينا مباراة إياه قدينا مباراة إياه على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات نعترف بها تماما إن كان فيه عدم رؤية جيدة من الجهاز الفني عدم توفيق من اللعيبة اللعيبة ما كانتش بتعمل الواجب بشكل مؤيز فدوة ده ده لازم نتكلم فيه ودايما بقول لو لو ما تكلمناش فيه بقى إحنا غلطانين في حق الجماهير لكن النقطة اللي بتكلم عليها إن كل ده نتكلم عليه وعندنا أخطاء وشكلنا كان وحش وواواوا لكن في نفس الوقت مش دوة اللي هيعطى مسيرة للفرقة ومش ده النقطة اللي هتقدر تقول فيه لأ ده إحنا نهد المعبت بالزبط طبعا أنا أنا لما تكلمن في الجزية دي أنا بنتبص للصورة الكاملة ببص ليش ماشية كل منبرة إنت ماشي كويس جدا انت عثرت في مباراة زي ما تقول أخطاء مدير فني لعبين كل ده معترفين بيه واحدة من أسوق المباراة للنادر أهلي في الفترة مباراة سيئة جدا للأهلي أمام سيمبا والحقيقة أنا حازين نحنا نختار من فرد سيمبا تنزاني أيا كانت الفارق الفنية بين الأهلي وبين هذا الفرق كبيرة جدا ها النادر أهلي ما يدفعش قدام الفرق بهذا المستوى رغم الظروف اللي كانت موجودة لكن مش شمع بره آه ما فيش الكلام ده يعني لكن ده الكلام لكن أنا اللي لاحظته إن فيه ناس كتير جدا نفتح النار على المسلماني بشكل غير طبيعي مش ما ينفعش يا جماعة ينفعش مدرب أخفق في مباراة ها وحدا كأشت هذا الكلام ومرت بيه يعني أنا أعمل عشر مباراة كويسين وأخفق في مباراة تحاول المدرب فشل طبعا أنا كنت ناجعت في رivolات اللي عدت يعني دي الفكرة أنا باتكلم فيها. وهده منطق كأسر جزائعة. لآكون لو قدنا جزائية دي قطعنا مباراة تنبها تنزيني وتكلمنا عنها. ولا ده ده الأهلي ولا ده المدير الفني ولا ده مسلم المحفظ وده كل الكلام. الهو ده بلتكلم عملية النقد. لا. لاته نقد ده. يعني النقد البناء برضو عس complimentه السادة المشاهدين يفهموا. النقد البناء. مش معناها أن إحنا لما فيكم المباراة ولحتمائها أن إحنا. فنية بتحصل. الممكن النتيجة كانت بتغطي شوية. لكن فيه أخطاء ومن حقك إنك تقول رأيك ومن حقك إنك تنتقد. لأنك بتحب النادي وبتحب الكيان. لكن تحت حبك للكيان ده ما تهدش. يعني آه ممكن تقول فيه أخطاء يا جماعة خلي بالك ولازم يتشد ولازم نقعد معاه ولازم نتكلم معاه لإني ده النادي الأهلي وما ينفعش نظهر كده. ده حلو قوي تماما. لكن اللي بيتقال على السوشيال ميديا. ده مدرب ما عندهش فكرة. ده لازم يمشي. ده النقد بقى لهدام. مش صفت. ده ده الكامل اللي حتى بتكلم عليه ويمكن أكبر دليل على الكامل اللي حتى بتقول دلوقتي هو اجتماع كابتن محمود الخطيب. تشبوط. النهاردة مع الجاز الفني ومع اللعبة ومعالجنة التخطيط. يعني النهاردة وكانش فيه تمرير الفرقة. الفرق السياري جعبوك. كلين كابتن خطيب يجيب الفرقة. على العشاء ويقعد معاهم ويكلم مع ده. اجتماع مغلق مع البيتس المسلماني واغتماع مع اللعبة. وكلام عن اللوايح وعن مرحلة جاية وعن اقاب وعن ثواب. ده دليل ان فيه حاجة. طبعا. فلا بد من واحد. الإدارة تحركت بسرعة في هذا الاتجاه. والرسالة بتوصل للمدير الفني. والرسالة بتوصل. طبعا. مؤكد السابة بتوصل للمدير الفني يعني. ومؤكد مدير الفني حيراجع حساباته وياخدش في هذا الموضوع يعني. ده ده فكرة. وكمان